كريم عايزة يعني أسألك السؤال اللي في أزهان كل جماهير النادي الأهلي اللي هما دايما ربطين ما بين إيه اللعابين الدوليين المتوجدين مع منتخب مصر كمان علي معلول مع تونس بادر بانون مع المغرب كان فيه إخفاقات بشكل أو بآخر فأكيد من الوارد جدا تأثيرهم نفسيا انت اتكلمت على الجزائية دي لك أنا عايزة أتأكد تحديدا هل كان فيه أي جلسات مثلا منفردة ما بين مثلا أي عضو من أعضاء الجاذب فني سواء مسماني كابتن سيد أو غيره مع هؤلاء اللعبين بخصوص تهيئتهم نفسيا للتحدي الأهم المقبل ما بين الأهلي والرجاء في السوبر الأفريكي يعني نقدر نقول ده حدث بالفعل مع كل اللعبين الحقيقة سواء معلول بدر بانون كل اللعبين طبعا لعب المتخبن الوطني لأن الوقت دايق جدا ولو الدنيا تشتغل بشكل كبير جدا على التهيئة النفسية تحديدا مع كل اللعبين من أول دي على الحقيقة زميلي أمير وعقب وصول كل اللعبين طبعا الدولين لفندو الإقامة استقبلهم بشكل كبير جدا حياة جهاز الفني بالكامل بيتسو مسماني اللي يمكن يكلم مع أفشا بشكل منفرد محمد شريف أشهد الحقيقة بالصلاية ودوره الكبير دوره القيادة وأيضا كمان كلم مع محمد شريف قاله هارد لك ده بيحصل في الكورة بشكل كبير جدا نتطمن على جهازية محمد مجدي أفشا قاله أنت في حاجة أنت سليم أنت رجلك فيها حاجة فإمكان أفشا قاله أنا سليم مليون المئة الرجل بيحاول أنه طبعا يطلع لعيبة حياة شناوي وهناع لعيد ميلاده طبعا في لفتة بسيطة وجميلة جدا من الجهاز الفني الحقيقة بيتسو مسماني مميز جدا فهذا الأمر بعيدا طبعا عن إخفاق أو لعيبة يكون راجعة من المنتخب هو الرجل الحقيقة بيشتغل على هذا الأمر بشكل كبير جدا فيمكن ده مساعد أيضا كمان كابتن محمود الخطيب ودوره الكبير بكلماته البسيطة بتصل لكل اللعيبة الحقيقة مهما كانت الكلمات بسيطة لكن الكابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيرة وكان نجم نجوم كرة القدم في النادي الآلي وأسترطنا الكلام بيصل للعيبة تحديدا بشكل كبير جدا فيمكن الأمور دي بيكون مهمة وخلاص لعيبتنا لعيبة كبار لعيبة عندها وعي كبير جدا وعرف أهمية هذه المباراة فلابد أن احنا على طول نخش بكل دوافع بكل قوة فيها التركيز الكبير في هذه المرحلة وإن شاء الله زميلي أمير تكون المباراة بطولة من نصيب النادي الآلي يعني مش عايزين نجزم في هذا الأمر تحديدا بالنسبة لأيمن أشرف لكن قدر أقولك يعني المؤشرات إيجابية جدا زميلي أميري يعني مش عايزين نتكلم طبعا كلام طبي على قد ما يكون طبعا التصريحات من طبيب النادي الآلي أحمد وعبلى لكن المؤشرات إيجابية بشكل كبير جدا بالنسبة لكل اللعيبة الحقيقة مش أيمن أشرف بس لكن يمكن أيمن هو اللي مشاركش في التدريبات وممكن بعيد طبعا عن مباراة الأخيرة بالنسبة المتخبن الوطني لكن التضحيات مهمة جدا إن شاء الله في هذه المرحلة وسيقاتنا كبيرة في اللعيبة عندنا إصرار أكرم برجلته وأيمن أصل أيضا كمان بوفاءه الكبير الشناوي كل اللعيبة إن شاء الله بإذن الله كون تضحياتها كبيرة جدا من أجل إسعاد جمهور النادي الآلي اللي سيقته كبيرة جدا في اللعيبة وإن شاء الله بإذن الله كون دورهم أكبر فيه الأستادي زينه الأستادي يشجعه من أول دقيقة لآخر دقيقة تذاكر نفزت بالكامل عاقب طبعا طرحها بساعة فقط كله حجس في الثالثة شمال فإن شاء الله بإذن الله تافيكم الثالثة شمال يقدر أن هو يهز الملعب ويقدر أن هو يقدر يطلع كل اللعيبة طبعا كل اللي عند اللعيبة فإن شاء الله بإذن الله كل البطولة كون من أصيب النادي الآلي طيب كريم هسألك برضو في جزئيتين بشكل سريع أول حاجة عايزة أتطمن على الاهتمام الإعلامي بهذه المباراة خصوصا بعد انتهاء بطولة كاس العرب هل خلاص الكل بقى مركز على هذه المباراة من قبل الإعلام القطري تحديدا بخلاف طبعا الإعلام مصري والإعلام المغرب بالتأكيد طبعا اهتمام إعلامي كبير جدا بقيمة النادي الآلي الكبيرة وبقيمة الحدث الحقيقة يعني كاس العرب عاقب انتهاء مباشرة بساعة بسيطة لكل طبعا والأحاديث والأخبار عن أهمية المباراة عن باتة النادي الآلي عن حضور الجماهير عن مدى الاستعداد بالنسبة للسوبر الأفريقي الحب هنا كبير جدا الحقيقة من الجالية ومن أيضا كمان أشقائنا القطريين طبعا اللي في حب كبير جدا من كل اللاعبة كل الناس بتسأل على أفشا محمد شريف السلية لشنة وبتسأل عليه معلول عندها حب كبير في فندو اللقابة بنشوف لقطات على طول الناس بتحاول تتصور مع اللاعبة بعض المغربة بتصور مع بدر بنون بعض التوانسة طبعا المتوجدين بيحاول تتصور مع علي معلول وبيشهدوا بأدوة بيقولوا هارد لك فيمكن كل الأمور دي بتدي مؤشرات كبيرة جدا وبتطمننا بشكل كبير جدا مع لعيبة النادي الآلي الحالة الحالة مميزة جدا وحالة اللاعبة احنا عندنا سيقة كبيرة الحقيقة جدا في لعيبة النادي الآلي لكن يعني انخصنا بس التوفيق في التسعين دي مسماني ايضا كمان واختيار التشكيل العيبة كمان والالتحامات الكبيرة اللي بنشوفها والحماس الكبير في التدريبات بنتمنى بس ان شاء الله بإذن الله مع غد وبعد غد وقبل المباراة ان شاء الله لعبتنا تكون سليمة 100% وجهزة بدنيا وجهزة فنيا ولو رب التوفيق معنا ان شاء الله امير في التسعين دي ان شاء الله بإذن الله نقدر نتخطى هذه المباراة الصعبة جدا امام الرجاء فحضور ايضا كمان جمهور الرجاء اللي عنده كسافة كبيرة لكن ان شاء الله يكون كسافة جمهور النادي الآلي اكبر ويكون ايضا كمان نصيب النادي الاهلي الفوز بعد البطولة